لجيت بوصف زينها من زينها ضاع الكلام وشلون أجل لو بكتب أبيات القصيد بزينها ما هو بعجزة كتبها قادر أوصلها الغمام عشان تومي للبني من فوق هنا بيدينها لكني يرفض وصفها من باب حشمة واحترام ما ودي أخلط بل غلا بين القصيد وبينها ومدام هذا شفها لابد من نقطة نظام صلوا على ذكر النبي خاف الحسود يعينها جتني كأية معجبة وعطيتها بعض اهتمام لكن بعد ما سولفت يا شيخ يسعد دينها في صوتها بحت شجن تعزف ترانيم الهيام أداءها وإحساسها وكلماتها وتلحينها معها البلابل تنخرس ويبطل النوح الحمام كنه يقول المعذرة ويني وهذه وينها ما بين تحريم الحلال وبين تحليل الحرام ما بين تسبيل الرموش وبين غمزة عينها اللي رفعتهن يا سلام واللي أسدلتهن يا سلام والله على كثرة سلام أهل السلام أي عينها اللي رقدت يصحى القمر واللي صحت روح ينام سبحان منه وكون الشمس وفرق تكوينها البيض منها صابهن غيرة وحيرة وانفصام من لوذت في خاف قي راحن وطي من حينها ملاك في هيئة بشر يا عادلي كف الملام لو هي على كيف يقسم رحت وطلبت ايدينها ما لوم شعري لا غدا معها وصار ايت كلام ما له جدا غيري حدا يزينا يزينا صحيح صحيح صحيح